ما أن تنتهي معركة حتى تبدأ أخرى وما أن تعلن قوة أمنية سيطرتها على مدينة حتى تدخل في قائمة المدن المدمرة مسلسل لا ينتهي إلا بنهاية العمليات العسكرية في الأنبار التي لا تبدو نهايتها قريبة محاور الصراع في الأنبار شهدت تطورات في جانبها الشرقي بين الرمادي والفلوجة حيث أكد قائد شرطة المحافظة اسماعيل المحلاوي استعادة السيطرة على الحامضية شرق الرمادي منوها إلى استمرار العمل في محاولة تأمين المدن لإعادة أهلها إليها أكملت اليوم عملية تحرير منطقة الحامضية شمال نهر الفرات ضمن مناطق جزيرة الخالدية العملية نفذت من قبل قطعات من الفرقة الآلية العاشرة وجحف المعركة 36 للفرقة المدرعة التاسعة ولواء المشات 50 العملية استغرقت أربعة أيام العمل الآن مستمر داخل مدينة الرمادي من قبل السلطات المحلية والجهات المختصة لرفع الأنقاض وفتح الطرق وتهيئة المدينة لغرض استقبال النازحين في الجانب المقابل من جبهة الصراع حيث الهاجمات المتقطعة لتنظيم داعش شن التنظيم هجوما على عامرية الفلوجة قالت القوات المشتركة أنها صدت الهجوم الذي يأتي ضمن حركات المشاغلة التي يشنها داعش هنا وهناك خلال تراجعه الواضح في الأنبار تعرض إلى ساتر عامرية الفلوجة وحاصرا إلى قاطع صحوة عامرية الفلوجة وقامت قواتنا البطلة بمعالجة الاهداة بسيارتين مفخهة قامت تصدي لها من أبطال صحوة العامرية بوصلة العمليات تجهت غربا في محور آخر من محاور المعارك في الأنبار فمنطقة البعبيد غرب الرمادي كانت وجهة القوات المشتركة التي نفذت عملية موسعة لاستعادة المنطقة حيث أكد رئيس مجلس قضاء الخالدية علي داود أن العمليات مستمرة هناك بدعم من طيران التحالف الدولي لإتمام السيطرة على المنطقة والتوجه بعدها إلى جزيرة الخالدية شرقي الرمادي هذا هو الواقع في الأنبار حيث المعارك والدمار ومسلسل النزوح الذي يطول وتكبر مأساته كلما اتسعت رقعة الصراع رقعة الصراع التي نتحدث عنها هي بيت كان عامرا وشارع كان مكتظا ومدن لم تعد تحمل ملامح الحياة موسيقى